قرن المنازل مقاة الحج لأهل نجد ويسمى الآن بالسيل الكبير يقع شمال مدينة الطائف على بعد ما يقارب خمسة وخمسين كيلو مترا وبمسافة خمسة وسبعين كيلو مترا عن مكة المكرمة وهو أحد المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمره فوادي محرم أو وادي السيل هو وادي واحد من قدم إلى مكة يريد طريق السيل يحرم من هنا من قرن المنازل ومن أراد أن يأتي إلى مكة من طريق الهدى يحرم من وادي محرم فهو وادي واحد أعلاه الهدى وأسفله قرن المنازل يسمى قرن المنازل يسمى قرن الثعالب ويسمى السيل الكبير تزيد مساحة هذا الميقات عن 260 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ ثلاثة آلاف مصل ومصلية في الوقت الواحد كما يضم مرافق متعددة خدمة للأعداد الغفيرة المتدفقة صوب الميقات أثناء طريقها لتأدية مناسكها في المشاعر المقدسة هو ميقات لكل من قدم إلى مكة من هذا الطريق حتى لو أتى من أهل اليمن مع ميقات أهل اليمن يلملم لكن لو أتوا من هنا يحرمون من هذا الميقات لقول الله سلم قال هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمر خدمات إنشائية وجهود ميدانية في واحد من أكبر المواقيت مساحة واستقبال لضيوف الرحمن عبر الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة تتشرف بخدمتهم جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة على مدار العام والساعة نحمد الثقفي الطائف